الشرط الأول لدخول الملكوت أن يكون عندك روح الأطفال شرط آخر قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت الله ثم قال المسيح في متة خمسة تمانية وأربعين كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل بس الشرط الثاني اللي وضعه يسوع هو إنكار النفس إنكار الزات إن يكون يعني كامل فعلا بيع كل ما لك اللي كان بيمنع هذا الغني هو أمواله يعني هذا الشخص جاء إلى يسوع واضح عدم اكتفاؤه في حالة الروحية عاوز يتأكد عاوز الضمان عاوز يعرف إنه فعلا إذا في حياة أبدية ونسي النموس يقول إنه كل النموس بجملة وحدة تحب قريبك كنفسك لأن المحبة هي تكميل النموس والكتاب يقول مضى حزينا راح الرب يسوع قال ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله الله مش بهين الغنى لأنه في كتير أغنية بالكتاب المقدس اللي هم بركة وكم من الناس اللي بتشاهد هذه الحلقة بشاهدوا هذا البرنامج وهذا البرنامج وخدمة نور لجميع الأمم بخدماتها المتعددة سواء البرامج العديدة والمتابعة والتلمزة والتدريب وزرع كنايس في ناس تؤمن بهذه الرؤية واللي بتدعم بشكل شهري وبتدعم من أموالها وبتضحي في ناس بتضحي بكل غالي ونفيس حتى تصلك كلمة الله فالفكرة يعني إن أردت أن تكون كاملا لا يوجد كامل إلا الله فلمس على الوطر الحساس محبة المال محبة العالم محبة مجد الناس محبة الظلمة كل هذا تقود الإنسان إلى ضلال وإلى الإبتعاد عن الله حتى لو كان ظاهريا لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني جدا